بعد مفاوضات مطولة توصل لبنان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على البرنامج الاقتصادي بنوداً أدى يتضمنها الاتفاق هدفها مساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ خصوصاً في ظل التجارب السابقة في لبنان والتخلف عن الالتزام بالكثير من التعهدات والاتفاقات هل يخرج الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي هل يخرج البلد من أزمته وهل يلتزم لبنان بالتنفيذ معنا الآن من بيروت الخبير الاقتصادي جهاد حكيم أستاذ جهاد مساء الخير مرحباً بك معنا من جديد في غرفة الأخبار يعني ليس مفاجئاً هذا الإعلان عن الاتفاق السؤال يبقى كما أشرنا في المقدمة هل لبنان الذي أعرب علنا عن استعداده لتنفيذ هذه الشروط هذه الإصلاحات هل هو قادر وراغب بالفعل في القيام بذلك شكراً للاستضافة دعني أوضح الأمور هذا ليس اتفاق مع صندوق النقد الدولي كما يروج هذا تفاهم لأنه ليس هناك أي امضاء أو أي اتزام لا من الطرف اللبناني ولا من قبل صندوق النقد الدولي كان هناك نوع من التفاهم بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية على وضع نوع من الإطار من أجل التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وكان هناك إجراءات مسبقة من ثمانية بنود يجب على لبنان أن يقوم بها قبل تقديم أي برنامج لإدارة صندوق النقد الدولي وبالتالي نسميها بالإنجليزية Prior Action أي إجراءات مسبقة من ثماني بنود يجب على لبنان القيام بها ومنها توحيد سعر صرف الليرة وهذه البنود كانت إذا صح التعبير قد اتفق عليها منذ أكثر من سنتين مع حكومة الرئيس دياب لكن لبنان لم يكن هناك توحيد لسعر الصرف لم يكن هناك إعادة هيكلة للقطاع المصرف والمالي وأبرز البنود هي إعادة هيكلة القطاع المصرف والمالي تقييم أكبر 14 مصرف في لبنان التطقيق في حسابات مصرف لبنان عملية توزيع الخسائر بشكل عادل دون ألمس بصغار الموديعين ودون تحميل الدولة تكلفة كبيرة وحتى الآن رأينا أن صغار الموديعين هم من قاموا بدفع السمن الإجراءات الأخرى هي إقرار موازنة 2022 البنود التي تفق عليها هي بحاجة أقله لسنة من أجل القيام بهذه الالتزامات هذا إذا كان هناك توافق على تنفيذها أستاذ جهاد دعني بسرعة أستعرض ما قاله صندوق النقد الدولي عن هذه الشروط يتحدث صندوق النقد عن إعادة هيكلة القطاع المالي تنفيذ الإصلاحات المالية إعادة هيكلة الدين العام إصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة لا سمية الكهرباء تعزيز الحوكمة مكافحة الفساد وغسيل الأموال هذه مسائل موجودة في لبنان منذ فترة طويلة ولا اتفاق ولا إجماع على كيفية التعاطي معها ما الذي سيختلف هذه المرة؟ برأيي هذا التفاهم من أجل حفظ ماء الوجه لبعثة صندوق النقد الدولي التي تغيرت إدارتها أو إدارة هذه البعثة أو المسؤول عن هذه البعثة وهناك سنتين قد فرط بها الجانب اللبناني دون التوصل إلى أي برنامج ملموس وهذا الأمر كما ذكرت حضرتك أنني لا أثق بأن هذه المنظومة التي سببت أو تسببت بالانهيار وكان الانهيار متعمد حسب قول البنك الدولي أنها هي ستقوم بالإصلاحات اللازمة لقد ضيعت سنتين من الوقت دون التوصل إلى أي شيء ملموس يجب أن تقوم هذه المنظومة بإجراءات مسبقة كي نتوصل إلى برنامج يرفع إلى إدارة الصندوق وعندما يرفع هذا البرنامج نحن بحاجة إلى تصويت 50% من المديرين التنفيذيين لإدارة صندوق النقد الدولي وهناك نحن بحاجة إلى 50% من الأعضاء لأنه لكل دولة هناك ممثل وبالتالي إذا لم يكن هناك هذا الأمر فلن نتوصل إلى أي شيء على الرغم من أن هناك ترويج أن لبنان توصل إلى برنامج يصل إلى ثلاث مليارات وعادة هكذا برنامج هو نحصل على المبلغ بشكل فصلي وهناك مراجعة فصلية حسب معايير معينة وليس هناك أي برنامج كما تصوك هذه الطبقة السياسية التي تريد أن توحي للشعب اللبناني أنها توصلت إلى اتفاق وأنها هي تسير بالاتجاه الصحيح لأن لبنان معزول عن الأسواق المالية العالمية منذ التخلف عن دفع سندات اليوروبونز نعم تفضل لا يعني هو كما أشرت حضرتك أستاذ جهاد هو ربما نقاط عامة تم الاتفاق عليها مسودة اتفاق إذا جازت تابير ولكن سننتظر لنرى كيف يتم إقرارها وإذا كان لبنان أصلا جاهزا لتنفيذ كل هذه المطالب شكرا لك الأستاذ جهاد حكيم الخبير الاقتصادي كان معنا من بيروت شكرا للمشاهدة